باكد أربسيس أربسيس حصلنا عليها باللايت سبين يبقى الكيس عبارة عن أربسيس فقط إنتيكيتد يعني باستخدمها في إيه؟ باستخدمها لما يكون عندي سيمتوماتيك أنيميا أنيميا فقر دم ومريب بيشتكي سيمتوماتيك غالباً المجلوبين بتاع الشخص ده بيكون أقل من 8 جرام طيب هل في مرضى المجلوبين بتاعهم أعلى من 8 يعني هما أنيميك برضو بس درجة إيه؟ يعني متوسطة مش درجة جديدة بس معاهم أمراض أخرى زي كورونري أمراض القلب سيربرال أمراض المخ كورونيك بالمونري ديزيز أمراض الصدر المزمنة دول أستخدم لهم أنقل لهم باكد أربسيس حتى لو كان الملوم بتاعهم أعلى من 8 جرام شلف لايف مقصود بيها بحتفظ باكد أربسيس دي لمدة قد إيه؟ في درجة حرارة واحد لستة في التلاجة في وجود المادة اللي هي الانتيكواجلنت اللي هو السي بي دي والمادة الحافظة اللي هي الساجم ممكن أقدر أحتفظ بكيس بتاعي للباكد أربسيس 42 يوم ترجمة نانسي قنقر